أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بآخر فقراتنا لليوم فرقة سنابل الجامعية للعزف والغناء اتأسست في أوائل السبعينيات حافظت من تأسيسها حتى اليوم على نمطها الملتزم وكلماتها الهادفة اليوم بيسعدنا أنه نستضيف أعضاء من فرقة سنابل اللي يحطون أكثر عن هاي الفرقة ويطربونا كمان بأصواتهم الجميلة بيسعدنا أن نستضيف فيروز أبوتين وعبدالله عصفور أعضاء من الفرقة يسعد صباحكم؟ صباح خير كيف حالكم؟ كل عادة كل عامة بخير أنت بخير سوف نبدأ بالعنصر الأنثوي متحيزة مش مشكلة فيروز لو تحتينا تعرفين أكثر عن حالك أنا فيروز أبوتين طالب جامعية في جامعة بيرسيت بدرس علم اجتماع ماينر علاقات دولية سنة ثالثة دخلت بفرقة سنابل من أول سنة دخلت فيها على الجامعة وهي دعمتني بصراحة وشجعتني وزادت لي ثقتي في نفسي وكانت وما زالت تجربة كثير رائع في حياتي حلو عبدالله عبدالله عصفور من كريت سنجل كبارة رمالله سنة ثانية دارت أعمال في جامعة بيرزيت انضميت لفرقة سنابل من سنتين وطبعا شاركنا في عدة عروض معها منها عروض جامعية داخلية وعروض خارجية وكانت الداعم الأول منها حلو قبل أن نخوض أكثر في الحوار أرحب بالنسبة لأنك أغنية لفيروز بأن الدنيا صبح وكثير من الناس تحب فيروز وعانى كمان فيروز فنقشي حلو وليه شتي يا ديني تيزيد موسمنا ويحلا تدفو مي وزرع جديد بحقلتنا يا علا شتي يا ديني تيزيد موسمنا ويحلا ويحلا تدفو مي وزرع جديد بحقلتنا يا علا وخليلي عينك عالدار عسيا جلي كل أزرار خليلي عينك عالدار عسيا جلي كل أزرار بكرة الشتوي بتروح متل أبقى أحلى نوار يحلا عيدي يضوي عيد نزرع ولم عناقيد شتي يا ديني تيزيد موسمنا ويحلا تدفو مي وزرع جديد بحقلتنا يا علا وشتي يا ديني تيزيد موسمنا ويحلا تدفو مي وزرع جديد بحقلتنا يا علا وانطرني ولا تبقى تفل تتركني وحدي عم طل وانطرني ولا تبقى تفل تتركني وحدي عم طل جمعت لك حرجي تزهور يسمن ومنطر وفل زهر بإيد وقلبي بإيد يا خوفي لقيك بعيد رائع عبدالله بحق صوتك جدة كتير حلوة شكرا وأكيد فيروز كمان من طريقة تحكيها بحق صوت حلوة أكيد رح نسمعك كمان فيروز بدي تحكولنا شوي عن تفاصيل أكتر كيف دخلتوا الفرقة كيف ساعدتكم بتطوير ذاتكم الجامعة كمان كيف ساعدت على يعني تطوير هاي الموهبة هلا أول سنة دخلت فيها على الجامعة طبعا هما كل أول سنة بعلنوا عن أنه رح تبدأ لأن الناس تدخل على فرقة سنابل وفا بيتروحي ويختبرك الأستاذ القائم على تدريب الفرقة وكان يومها أستاذ جميل السايح يعني وقتها كان هو اللي ماسكنا فهو اللي اللي عمل وهو اللي يعني دربنا وشجعنا وأعطانا أغاني عرفنا على أغاني يعني عمرنا ما كنا بنعرفها وأنا بوجه لتحقيق زهو كان بحضرنا و الجامعة يعني كان لها دور كبير في الأشياء والنشاطات والمهرجانات اللي بتعملها منها مهرجان ليالي بير زيت اللي شاركنا فيه في سنة أولة أو سنة تانية أنا كنت سنة تانية أعتقد كان لنا فقرة كاملة وغنينا فيها أغاني صراحة كانت كتير كتير حلوة يعني هكي هذا الاشي هكي يعني بخليكي بأوي شخصيتي صح أكيد عبدالله باختيار بعض الأغاني يعني من خلال الفرقة بتختار أغاني هل ممكن إنها تكون صعبة وإذا كانت صعبة كيف تتعمل معها كيف الأغاني الصعبة طورت كمان من أدائك طبعا ما فيشش يسأل في أغاني كانت صعبة لكن المدربين كانوا ما شاء الله عنهم ساعدونا كثير يعني في أغاني لفيروس طبعا في حياتي ما سمعت فيها يعني على سبيل المثال دربونا عليها في الفرقة وأدقناها وطلعنا فيها عروض أكثر من عرض بدأ أقلق على موضوع ليالي بيرزيت طبعا ليالي بيرزيت من الأربعة وثمانين موجودة طبعا نستثني فترة اللي هي الانتفاضة الأولى والثانية ورجعوها اللي هي عمادة شؤون الطلبة ممثلة بمكتب النشاطات الثقافية والفنية أفوان رجعت في الألفين وعشرة وكان إلها عدة عروض طبعا السنة ما شاركنا لأمور فنية ومشاكل بداخل الفرقة تمام فيروز لازم هلأ نسمع صوتك أكيد ماذا تغني لنا؟ أغني عشا عيد الولاد تمام نعم ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زيني وناس صوت جراس عم بترني بعيد ليلة عيد ليلة عيد ليلة عيد صوت أولاد تياب جداد وبكرة الحب جديد عم يتلاقوا الأصحاب بهدية خلف الباب والشجرة بالدار ويدور أولاد صغر والشجرة صارت عيد والعيد صارت بإيد والإيد تغند عشا جرا غني وعنقيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زيني وناس صوت جراس عم بترني بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت أولاد تياب جداد وبكرة الحب جديد الله فيروز كتير جميل عبدالله ما هي طموحك؟ يعني أنت مشارك أنت صوت كتير حلو وعندك موهبة ومشارك بفرقة سنابل ما هي طموحك لأدام؟ طموحك لأدام طبعا زي ما دعمني معظم الأصدقاء وأهلي طبعا 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 يعني معظم المغنيين بحبوا يوصل إلى النجومية فأنا بطراحة يعني حابب أوصل إلى مراحل العلي كيف تشارك ببعض البرامج البرامج اللي تحتضن المواهب زي أرب عيدل أكيد المفروض السنة طلعت بصار فيه مشاكل بإنه تسجل قبل فترة وما زبطت بشمال أصير مغنية بس يعني يعني حاب أني أنا أصير إشي في هذا المجال يعني مش بالضرورة يعني فنانة عالمية يعني محلية كويسة تمام بالأسف لديق الوقت يعني لديق الوقت كان ودي أنه نحكي أكتر ونسمع أغاني أكتر بس يعني يعني مخرج محكيني معي دقيقتين نحن نختم مع فيروز بأغنية تربية بس قبل ننهي شجرة الميلاد في رامالله تم اختيارها من أفضل خمس أشجار في العالم وشجرة بيت لحم هي ترتيب هالعاشر فهذا إشي كتير حلو وإحنا فخورين بهذا الإشي وإحنا كتير ساعدين كمان إنه فلسطين دخلت بإشي زي هيك بأعياد الميلاد وكمان بحب أشكر الفيروز وعبد الله على الوقت الحلو كتير كان بدي نحكي أكتر في هذا الموضوع ولكن للأسف لضيق الوقت شكرا كتير لكم الله يساعدك فيروز يلا ليالي الأنس في بينا نسمها منها والقنة نغام في القول ورنة سمعة طربة كوغنة ما بين رانين الكاس ورنة الألحان ورنة الألحان كان الأوام ما يياس يا عاطف الأغسان 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 آدل عالجان